دائماً بسم الله نبدأ نواصل دروسنا حول مقرر تنظيم حاسبات واحد ما زلنا في الباب الأول Register Transfer and Micro Operations استمراراً لشرح الدوائر المنطقية التي تستخدم في الحاسب لتنفيذ العمليات الدقيقة الحسابية نوضح في هذا الدرس دائرة 4-bit binary incrementer والإنكريمنتر هو الدائرة التي تزيد الرقم الثنائي بمقدار واحد الرسم يوضح هذه الدائرة ونلاحظ فيه استخدامنا لدائرة ال-half-ader وليس الفل-ader كما فعلنا في دوائر الجامع والطارح لماذا؟ أن ال-half-ader يفي بالغرض المطلوب هنا لنشرح الفرق بين ال-half-ader وال-full-ader لتوضيح هذا المعنى ال-half-ader هو دائرة منطقية half-ader لها دخلان يكون A وB ولها خرجان أحدهما يعطي المجموع وهو الصم والثاني يعطي المحمول النهائي وهو C out وال-full-ader هي دائرة أيضاً منطقية لها ثلاث مداخل يكون A وB والمدخل الثالث هو المحمول الداخل ولها خرجان هما المجموع صم المحمول الخارج إذن لأن ال-half-ader بهذا الوصف يفي بغرض عمل دائرة ال-incrementر لا داعي لاستخدام الفل-ader لأننا لا نحتاج إلى ثلاث مداخل في كل مرحلة من مراحل الدائرة وإنما نحتاج إلى دخلين أول دخل لل-half-ader إلى اليمين ندخل فيه الرقم واحد هذا هو الذي يعمل ال-increment الذي يزيد لنا الرقم الثنائي بواحد وباقي المداخل ندخل إليها ال-bits المراد زيادتها بواحد من الرقم الثنائي نفرض أن الرقم الثنائي كان هو B وفيه أربع bits كما في هذا المثال إذن فيه B3 وB2 وB1 وB0 ما علينا إلا إدخال B0 إلى هذا المدخل وB1 إلى هذا المدخل وB2 إلى هذا المدخل وB3 إلى هذا المدخل وبإضافة الواحد الذي أدخلناه في أول مدخل نتحصل على الناتج الجديد وهو ال-B زائد واحد ال-B زائد واحد الرقم الثنائي B زائد واحد نتحصل عليه هنا يأتينا في شكل مصفوفة هي C3 S3 S2 S1 S0 هذه ال-S0 وحتى ال-S3 هي ناتج الجمعة الذي نتحصل عليه من كلها في آدر وهذه ال-S3 هي المحمول النهائي لآخر هاب آدر إلى اليسار لنشرح ذلك بمثال لنفرض أن B تساوي 1-0-1-1 إذن إدخالها إلى هذه الدائرة يزيدها بواحد هذا هو الواحد بلس ون طبعا بلس ون لها ثلاثة أصفار إلى اليسار ونجمع جمع ثنائي عادي 1 زائد واحد صف والمحمول واحد 1 زائد واحد زائد صف صف والمحمول واحد واحد زائد صفر زائد صف ينزل الواحد كما هو واحد زائد صف ينزل الواحد كما هو وبما أنه ليس هناك محمول نهائي نضع صف إذن هذا الناتج هو الذي سيأتينا بهذا الترتيب الذي ذكرناه قبل قليل هنا صف هنا صف أمام S0 وصفر آخر مقابل S1 وواحد مقابل S2 وواحد مقابل S3 وليس هناك محمول نهائي فنضع صف إذن بي بلس ون بعد الزيادة بواحد هي هذا الرقم وفي إمكانك أن تتأكد بتحويل الرقم بي إلى رقم عشري واختبار الناتج إن كان سليما أم لا وشبيها لما قلنا حول دائرة الجامع والطارح نقول هنا أيضا أن عدد الهاف آدر في دائرة الإنكريمنتر تتكرر بعدد البيتس الموجودة في الرقم المراد زيادته بواحد هذه الدائرة لأربعة بيت لذلك هناك أربعة هاف آدر فإن كان نريد أن نصمم 8 bit binary incrementer فنحن نحتاج 8 هاف آدر ونوصلها بنفس هذه الطريقة وإلى اللقاء في الدرس القادم